والآن لتحويلي إلى سيارة سباق قولوا سيارة سباق سيارة سباق رائع أنا علي أن أجرب هذا أنا سيارة سباق شغلوا محركاتكم تفقدوا الأجهزة لا تتوقفوا حتى تصلوا إلى صخرة النسر عند العلامات استعدوا انطلقوا يا سيارات انطلقوا آه أستطيع أن أسمع زقزقة الطيور وأنا أسمع صوت الضفاضع زيجي أسمع تقطيع المنشار منشار؟ لكن من سيقطع في منتصف السباق؟ يا شار لن تتوقعوا هذا أبدا نلت منكم آه 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 يا هذا النهر يتحرك بسرعة كبيرة وهو يأخذنا الآن أبعد وأبعد عن طريق السباق آه يا كيف نتوقف؟ ما نحتاجه هو شيء نستطيع استخدامه كمرساة نعم عندما ينزل القارب مرساة في المياه المرساة تحفر في الأرض وتبطئ حركة القارب يا رفاق أعرف ما نستطيع أن نستعمله كمرساة مفتاح ربط تفكير جيد يا ستارلا هيا نجربه لنرى إن كان المفتاح سيوقفنا ها هو آه انظروا لقد غطس مفتاح الربط في قاع النهر الآن نحن نبطئ الآن لنتفقد سرعتنا مع مفتاح الربط كمرساة سرعتنا قد هبطت لهذا الرقم ما هو هذا الرقم؟ ثمانية صحيح لكن لنتوقف علينا أن نجعل سرعتنا تنخفض إلى صفر هيا نجرب شيئا آخر آه نحتاج إلى مرساة أخرى شيء ينغرس بعمق أكثر علينا أن نجدها سريعا لأننا نتجه مباشرة ناحية الشلال يا رفاق ما رأيكم بهذه كمرساة؟ الجاروف نعم أراهن أن هذا فعلا سينغرس في القاع سأنزل المرساة أوه إنه ينغرس بعمق انظروا إليه إنه يجعل سرعتنا تنخفض إلى هذا الرقم ما هو هذا الرقم؟ صفر انظروا نحن نتوقف وانتظروا حتى تروا ماذا بالأسفل إنه طريق الصباق هيا بنا اتبعوني ها هي صخرة النصر انظروا آسف لكم يا رفاق لن يهزم أحد سيارتي القوية آه لا كراشر أوشك على الوصول لخط النهاية يبدو أنه وقت بعض السرعة القصوى نعم لتوقف نبادس سرعة قولو انتاليكو انتاليكو ها هو خط النهاية أنا على وشك الفوز آهиной فعلناها فزنا بالسباق والأفضل على الإطلاق أننا فعلناها معا السيارات السباق إننا رقنا أوه أجل نعم مرحبا يا وسيم ما الذي يفعلونه؟ لا يمكنهم أن يسرعوا هكذا من المفترض أن أكون أنا الوحيد الذي يسرع حسنا إذا لم يستمع أي أحد لي سيكون علي فقط أن أوقفهم بنفسي ب أقفال الإطارات إنه وقت تجربة واحد مهلا لا أستطيع القيادة لا أستطيع أنا بالطبع أوقفت هذا الشخص سأضع هذه الأقفال على كل سيارة سباق في المدينة وحينها سأكون الوحيد الذي يستطيع أن يسرع ألا أنظر سبيدريك يضع الأقفال في الطريق أوه 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 أو المفتاح لابد أن المفتاح في مكان ما ساعدونا في البحث عنه أين ترون مفتاحاً؟ ها هو أوه أتعني هذا؟ أوه لا إنه يهرب لا تقلقوا جميعاً سنحصل على هذا المفتاح هيا وراءه انظر ها هو سبيدريك إنه يتجه إلى هذا الجبل هذا ليس جبلاً إنه بركان بركان من الأفضل أن نستعيد المفتاح قبل أن يصل إلى الأعلى إي جي أعطني بعض السرعة أهلاً يا سبيدريك لقد عدت هذا لا يمكن أن يحدث جئنا من أجل المفتاح يا سبيدريك أوه فعلاً لن تحصلوا عليه أبداً لأنني أسرع منكما جداً أتتذكران؟ ربما هزمتني مرة لكنك لن تهزمني هذه المرة لأنني الآن هوائي القوة انتهى الأمر يا سبيدريك حان وقت تسليم المفتاح ربما تكون أسرع مني لكني لن أعطيك المفتاح أبداً لقد رمى المفتاح وهو متجه إلى الحمم هناك طريقة واحدة للإمساك به نحن نحتاج السرعة القصوى لتعطوني السرعة القصوى قولوا هيا يا بليز هيا يا بليز لقد أنسكته والآن علينا أن نعيد المفتاح إلى أصدقائنا ياهو سووبس أنتم أيها البطلان أظنكما تحتاجان لتوصيله سووبس لقد أتيت في الوقت المناسب سووب يطير المحطة التالية مدينة فيلاستي هاي الجميع انظروا لقد عاد بليز وإي جي ولقد حصلنا على المفتاح نعم رائع بليز بليز ما دمنا نعمل سويا لا شيء سوف يبعدنا عن خط النهاية هيا نرفع الحرارة تذوب المواد الصلبة برفع الحرارة إذا قمت بإسقاط المثلجات ستذوب من حرارة الشمس لكل شيء نقطة ذوابان لكن مختلفة هيا نرفع ذوابان الحرارة ذوابان تذوب المواد الصلبة برفع الحرارة تذوب المواد الصلبة برفع الحرارة ذوابان شيب الليبا شيب زيندي ديل سيارة السباق بيكل معكم من فوق الجسور الجليدية واسمحوا لي أن أخبركم الآن ربما الجليد بارد لكن هذا السباق حقا يجعله ساخنا كراشر كراشر هاي أنت قد تحظى بالسباق الآن هل تعرف أنك ما زلت في الصدارة؟ نعم وأيضا أنك أوشكت على الوصول إلى خط النهاية؟ نعم وهل تعرف أنك الآن على وشك الارتطام برجل ثلش؟ نعم كراشر أوه لا blew ما الذي حدث وفقط عندما اعتقدت أن هذا السباق لن يصبح ممتعا أكثر كنت مخطئا ها هي سيارة السباق سترايبز ليس سترايبز لا يمكنني سماح له بعبور الجسور الجليدية قبلي ربما يجب علي أن أحتال لإقافه هذا جيد سوف أصنع آلة الشمس العملاقة ارتفعي يا آلة الشمس العملاقة أشرقي وارتفعي فقط آلة الشمس العملاقة تصهر الجسور الجليدية إنه يذوب تماماً يا رفاق أمسكتك يا سترايب أمسكناه شكراً يا بليز لا أعرف ماذا حدث فجأة أصبح الجسر الجليدي غير موجود آه لا إنها آلة الشمس العملاقة وهي على وشك إذابة باقي الجسر الجليدي هيا علينا عبر هذا الجسر قبل فوات الوقت آه آلة الشمس ساخنة على أنابيبنا لدينا فقط تسع ثواني لعبور هذا الجسر قبل أن يذوب ساعدون لعبور الجسر في الوقت عدوا تنازلياً من تسعة معنا تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد أحسنتم يا رفاق يوجد فقط جسر جليدي واحد لكن آلة الشمس العملاقة يبدو أنها أصبحت ساخنة جداً نحن لدينا فقط خمس ثوان لعبور آخر جسر عدوا لخمسة معنا خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد أعتقد أن آلة الشمس العملاقة كانت ستذيب الجسور الجليدية تعرفون؟ هكذا أو لا انظروا ها هو خط النهاية وقت فعلاها وفزنا بالديربي القطبي أوه وتعرفون ماذا يعني؟ حصلنا على الكأس الجليدي كان السباق رائعاً يا بليز نعم كان جميلا ورائعا